التريلرز او الدعايات التشويقية كانت تخرب علينا الافلام صحيح صحيح لماذا قالت تحرق علينا الافلام قبل ما نشوفها صحيح فالان سنتحدث في الحلقة هذه عن ايش التريلرز الجميلة وايش التريلرز السيئة وبعض الامثلة هناخدها ودي اوضح شي كمان ايش الفرق بين التشويقة او التيزر وبين التريلر طيب التشويقة عادة تكون اقل من ثلاثين ثانية ويعطيك زي نبذة جدا سريعة عن الفيلم برايح عن حتى ما يعطيك ولا شيء التريلر يكون ثلاثين ثانية الى ما شاء الله زي ما احنا شايفين مؤخرا عادة المفروض انه يشرح لك القصة بشكل مبسط بدون ما يخرب عليك الاحداث والاشياء المهمة لكن قاعدين نشوفه حاليا انه ايش اللي بيصير انه قاعد يصير حرق واختصار لكل قصة يعني ممكن تفهم الفيلم كامل فيلم صغير يعني فيلم قصير واهم شي يركزوا عليه ايش انك يجبوا لك اغلى مشاهد كلفتهم ولازم احطوهم هو فعليا اللي قاعد يصير يجون يقعدون على طاولة مثل طاولة اللي حنا قاعدين فيها في المنتج والمخرج والكاتب وكلش فييجي يقول هاي المالية عندكم وش اكثر مشاهد يصرفوا عليها واحد اين ثلاثة اكيه واحد اين ثلاثة تريلر هذا لا توقع لانهم الهدف الاساسي انهم يسوقون للفيلم يقنعون الناس ان تشوفك فعشان اقنع الناس ان يشوفوا الفيلم لازم اوضح لها افضل مشاهد سواء كومودية طبعا هذا غلط ايه هذه المشكلة اللي حنا سرنا نعاني فيه منها انه مسربض حون الفيلم تقريبا ان هذه المشاهد يمكن تحدد الشكل العام للفيلم فلما تجيبها ليه بشكل لقطات سريعة انت جبت للفيلم علبت لي تويست الفكرة ممكن نهاية حتى لمحة عن نهاية فشان كذا صارت في الاخير يعني صارة متابعة ايوة يعني شوف الان مثلا الواحد من الامثلة اللي وابات مع فيس سبرمان قاعدنا نعرض في الشاشة الان يعطيك كيف حيتقابله يعطيك ايش الخطر الاول اللي حيصير يعطيك ايش المشكلة بينهم يعطيك المحاكمة لا ولاحظ بتسلسل بترتيب يعني نفس الترتيب اوكي باحترمه لو جاب لي واحدة من التوستاس اذا هو مجبر ان يعرضها على الفيديو حقه فيخليها مثل ما اذا كان المشهد مثلا بالنهاية يخليه مثلا بالبداية فيشغلبني شوي عساس لما ادخل الفيلم اوه هذا بيكون في البداية وبعدين يلعب فيني شوي لا اللي قاعد صير فعليا ترتيب ابجدي بشكل عادي حتى الوحش الاخير اللي مفرض ان يكون لغز او سر او فاجأ انا من زمان اخي ما سمعت كلمة الوحش الاخير ايه والله في زمان احيان باللوعون يسمونه بوص وحش الاخير مشكلة كان في فكرة ايه ايه اوه هذا الوحش الاخير حتى الشخصيات اللي هي المفهولة تكون سرية اطلعت فواحد من صراحة الافشة لتريلرز بشكل عام تريلرز حق جسس ليج تحرق بشكل طبيعي فعليا باقي تدخل الفيلم سنشوف اسامي النهاية وتطلع يمكن خلينا نتفق مع عمر ماذا يتفقون معي نتفق ان كل تريلرز حقه كل افلام السوبر هيروز تقريبا سيئة تقريبا ما ادري اذا تذكرون بسرعة فيلم يعني السوبر هيروز كانت تريلر حقه جيدة او جذابة وما حرق عليكش مشاهد مهمة لانه اغلب مشاهد او اغلب افلام السوبر هيروز تعتمد كثير على السي جي وطيران وقوة خارقة واغلب الكاركترات برضو وانت عارف القوى الخارقة حقتهم فهنا اعتقد انه مو بس الموضوع عن تريلرز ايه اعتقد انه حتى صانع تريلرز نفسه يواجه مشكلة يعني يقول انا قدامي فيلم سوبر هيروز ايش ممكن اعرض شيء اروج في الفيلم وبعدين في الفترة الاخيرة صار في افلام تفشل مع انها افلام متازة وعناوين مشهورة انها تفشل فهذا ترى مخليهم في ضغط رهيب إلا يضاي عرض لك يقنعك اهم شيء نقنع هو يبيعك بالنهاية فعشان كذا صاروا يحطون كميات مهمولة من المعلومات في الفيلم وانا ودي بعمر حتى اصلا انعرف اصلا ايش موضوع التريلرز يعني هو ايش الهدف من التريلرز اصلا ايش الهدف من التريلرز اصلا ايش الهدف تريلر بوجهة نظرية شخصية ممكن تختلفهم معي انا بالنسبة لي المطلوب من التريلرز مو يعرض لي كل الممثلين الموجودين خلي فاجئني اصلا بوجه جديد فجأة منصف الفيلم يعني خلنا نختصر وما نقال نقول ايش الهدف لي مو مطلوب نقول المطلوب من التريلرز ان يشجعني تروح تشاهد الفيلم اتقل اشوف الفيلم ما تبيعني الفيلم ولا تخليني افهم قصة الفيلم لا فقط اعطيني سبب اني اخش الفيلم يعني شوف هو وهنا تنتهي مهمتها في طريقتين من التريلرز او في نوعين من الافلام في افلام انت اصلا تريدها اوكي مبدين فهذا اصلا انت مفروض تشوفها اي شيء خاص انت لاحق تشوفه الفيلم ولا نوعية الفيلم ولا غير او الا مثلا من السلسة التي تعجبك مثلا افلام مارفل كلها تريدها و افلام دي سي خلاص ما في دائة اصلا شوف تريلر روح شوف الفيلم بلا شيء نخريب عليك الشيء الثاني اذا فيلم ما تعرف عنه ولا شيء اعتقد هنا الصعوبة تجي في المخرجين التريلر ان هم يبغوا يقنعوك بحاجة ما لها ولا شيء يستند عليه يعني مثلا ما في ممثل قوي القصة ما هي معروفة ما هي على كتاب معروفة هنا هتكون الصعوبة كيف انه هو يقنعك بالفيلم بدون ما يحرق عليك اهم المقاطق انا لما انا شوف انه فن يعني في بعضها تشوف في التريلر تقول يعني شيء ممتع ممكن تكون امتع من الفيلم في بعض التريلر اصلا تنبسط ترجع تشوفه حتى لو انك شفت الفيلم تبغى ترجع تشوفه يقول يا اخي شوف كيف شوقني للفيلم وهو فعلا هو التريلر هو تشويقه مفروض انه تشويقني حكو الفيلم اكثر انا اشوف ماد ماكس كان من التريلرات اللي فعلا وضح لك قوة الفيلم بدون ما يفاهمه كل شيء في مثال ثاني المناظر كمان بعد شوي اللي هو ده ميتريكس ميتريكس طبعا ما نقول مثلا ماد ماكس كان فيه فيلم قديم وقريب الفكرة لكن ميتريكس كان شيء مرة جديد فعندك ماد ماكس وراك الانفجارات وراك العالم اللي هما فيه وراك التمثيل والشخصيات الشخصيات الغريبة وراك الجنان اللي يشير اوكي لكن كل اللي وراك هو بدون ما تفهم اولي شيء ولا فعليا اعطاك واحد في المية من اللي انت راح تشوفه من القصة نفسها ولا الاحداث اصلا لو تذكر الناس كانت مدبذبة مرة باراها انه ايش قصة الفيلم للناس اللي ما تعرف الباكستوري او ما خلف الفيلم ليست تغربة التريل فعلا كان مشوق وهذا ياخذني الجانب جدا مهم في التريل لازم العروض هذه تصير ماشية على رتم الفيلم يعني اذا الفرم على سبيل المثال رومانتك وهادي وخفيف لازم برضو المشاهد اللي قاعد تعرض ما تعرض بشكل سريع ومقطع وفيها منتاج صاخب تحس انها في الماكشن مثلا لا لا لانه هذا راح يرجع بالسوء على الفيلم نفسه يعني على سبيل المثال اذا انت داخل اذا انت شايف تريل مثلا بطيك كده وسلو وكل شيء او لا افضل ان نقول انه مشاهد فيه سريعة وفيه صخب وموسيقى عالي لما تخش الفيلم تكتشف انه ثمانية بالمئة من مشاهد هادية وتراسكشن بينها هادي يعني يعطيك انطباع انه كنا نكذب عليك او اللعب عليك كيف انت حسسني ان الفيلم هذا حماسي مرة في الاخير تعطيني اياه شكل اخر بغايرة عن اللعب ايه فأعتقد ان الرتم وإيقاع التريل لازم يتناسب مع جو ورتم وإيقاع الفيلم نفسه الميتريكس صراحة يعني يعطيك مشاهد مرة كثيرة بس الفكرة جدا صعبة وغير معلوفة انو حتى وانت قاعد تشوف انت ما انت فاهم ولا شي انت فاهم شي تبغى تشوفه يعني انت شايف روبوتات وشايف اكواد رايحة جاية وواحد قاعد يتلبس يعني هذي انت لما مثلا لو فيلم معلوف او قصة معروفة ممكن تفهم بس انت ما راح تفهم ولا شي لانك وانت عارف هذي فكرة جدا جديدة فأعتقد الطريقة اللي سووا بيها فيلم الميتريكس حمسوا الناس ان يروحوا يشوفوا هذا ايش معناه واش اللي قاعد يصير ايش العالم هذا ايش الريد بيل هذي اللي قاعدين يأخذوها اللي قاعدين يتكلم عنها ممتاز رائع رائع بس الفيلم ترى الامانة من الفيلم اللي فيها اللغوز يعني كبير وفي معقدة فأتوقع هذا سعادهم منهم طلعهم برطة وطريلرز يعني ما يحرق كثير من الفيلم بس المشكلة انه في الوقت الحالي انا شايف انه لو التريلر هذا سووا في الوقت الحالي كان ممكن يشرحوا لك اللغوز حكيب انت سير تدخل بس تبقى تعرف كيف حلوهم وليس حلو اللوز بس النهاية ومسار خلاص ايه بالضبط انا اعتقد برضو من اهم المشاكل التي ستواجه اذا صار الفيلم من تصنيف الدرامي او ان يعتمد على الحوارات ويعتمد على بناء الشخصية صعب جدا ايه هنا انت توضيح في مشكلة لان الحوارات تحرق يمكن بعض الشخصيات يجب أن تكون مفاجأة بالفلم شغلات مثل هذه، أنت برضو هنا تقف محتار يعني تقول طب إيش هيسوي؟ أوصح بجدًا يعني الأفلام مثل هذه ما فيها أكشن كثير ما فيها لوكيشينات بديعة، ما فيها هي تعتمد على كلام، على حروف فيلم فنس يمكن هو أنت والله ختم لساني يعني هذا الفلم لما تشوفه تقول بيش هل الفلم؟ يا ضيقن إي حماس أصلا تابعه ما شوه؟ فنس فنس شوهنا مليان حوارات فلم عظيم، فلم عظيم فعلا يمكن هذا من الأفلام اللي تريل الحق أخذ لها يعني أوكي طيب خلنا نجي الآخر فئة عندنا اللي هي التريلرات الخداعة عندنا مثالين هذا جوك يحب الخدائي يحب مقلبوك مستطيع الآن واحد منهم كان بيردمان بيردمان طبعا الفلم يتبع قصة ممثل كان في يوم اللي يمثل دور سوبر هيرو أوكي ومو قادر يطلع من هذا الدور الطريقة اللي سوه بيه هي التريلر وتشوفها تحس انه انت حتشوف فيلم سوبر هيروز صح؟ 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 هذا انتباع لي شك هذا انتباع اللي يجي بشكل عامي يعني حتى يعني ممكن في بداية التريلر كانت تشوف نقاشاته وسبعدين تشوف واحد يطير ووحش عنده قدرات خلال تقول هذا سوبر هيروز أو بلا صح معاناة سوبر هيروز معاناة سوبر هيروز فهذا من الافلام اصلا اللي صعب اي احد يتقبلها يعني فيلم صعب اوكي ان كل الفيلم في مشهد واحد فيجي واحد داخل ومعاه بابكورن يحس بانه سوبر هيروز والله ورطة ورطة كمير وانا هذا التصنيف اللي احبه بالفلام وجاي متحمس بالانفاجأ انه فيلم ترامي وقصة هميقة وممتاز وفني وممتاز بس يخذلك يعني بالضبط بالضبط ثانيا هتوقع ان هذي تراية زي ما قلت انتباعات يعني مغايرة ممكن سلبيه ببعض فهذا واحد منهم عندك مثال ثاني اللي هو انتمان انتمان التريلر حقه كان يعني يعطيك انه الفيلم جدي مليان كآبة وانه مع انه كان يجينا كلام انه لا تراه فيلم فرايحي زي غارديان وده غالكسي باني نشوف تريلر وفيه نقطة وفيه تقولوش هذا تقولوش الاصراع عنه حزين يا ردن ويقعد كذا وبنتي وابويا يا ابني فينا الكوميديا في الموضوع فأتوقع الناس اللي كانوا يروحوا يشوفوا انتمان عشان انه خفيف بطل بعد التريلر ايه اللي داخل يبغى يشوف فيلم خفيف ما حيروح ما حيروح خلاص شاف هذا نكت ساعات تصير في موض انك تقول ابغى ادخل فيلم ما بغى اشغل مخي فيه اصلا ولا ركز معا بالضبط واستمته بس يعني الخداع على حين يفيدك زي مثلا درايف انه ناس كثير راحوا يشوفوه على اساس انه فاسلان فيوريس وعلى فكرة في واحدة قاضوتهم اوكي انه كذبوا عليها ايوه قالوا وقفوا الخداع في التريلر خطوة امتازة توقع ما ينفع معامله كذا انا اقول نطلع من هنا نربع قضايا خسرت انا اقول خلاص نكنسل وفيه بديئة ثانية ممكن الناس يبطلوا لانه الفيلم ما هو شيء اللي يبغوه وهو فعلا ممكن يكون الفيلم اللي يبغوه فصراحة ان التريلر اسفن فانا ودي للمشاهدين يقولون انت لما تجي تشوف تريلر ايش اللي يقنعك في الفيلم بدون ما يحرق عليك من وجهة نظرك طح وهل تشوف الا لا ترى فيه ناس ترى ما عنده مشكلة يشوف واحد اثنين ثلاثة للفيلم وما يحس انه التجربة خربت عليه فاذا انت من الناس هذه اطنات يعني كيف عندك الحساس هذا وانا اتوقع بعد شيء مهم انا اتوقع بعد هو موضوع ان انت برضو تصير عندك ثقافة اختيار الافلام لنفسك يعني خلاص انت بعد فترة تبدأ تتعود على الجو اللي انت بيعجبك غالبا طيب فيصير مثلا والله اوه دائما المخرج هذا لما يسويلي فيلم اوه دائما انا اكون في المود حقه فغالبا انت من انت محتاج تشوف ترى اذا عرفت تصنيفه اذا عرفت الافطال اللي فيه خلاص انت مكتفي وغيرا يعني من الاشياء اللي ممكن يعني مثلا خلاص انت تعرف مثلا ان والله افلام السوبر هيروز ما احب من تصنيفك فانت خلاص كذا تضيع وقتك انك تقعد تجرب ايه اه فهذه برضو من ثقافة الشخص انه خلاص انا ابدأ اعرفي اش جوي مو محتاج التريلر فهذه من الاشياء والمهارات اللي لازم تسوي انا عن نفسي انصح انك تشوف التيزر اللي هي التشويقة اللي تكون اقل من ثلاثين ثانية هذا يعني صعب انه يحرقوا عليك الشيء كثير وفي بعضهم يعني ما زال ما شاء الله عندما القدرة لكن اغلبهم صعب انهم يحرقوا عليك في ثلاثين ثانية التريلر اللي دقيقتين شوف كل ما يزيد التريلر كل ما تبعد عنه انه انا شوف تريلر قريب كان اربع دقائق وخمسين ثانية يعني ايش باقي خلاص هنا بالسعودية تدفع عليها تيكت عشان شوفها فاختار التيزر بالنسبة لي المشكلة انه بعد ما قاطعك ابو عمر المشكلة انه اغلب الافلام امو اغلب لها كثير من الافلام ما فيها تيزر على طول بيخش في مرحلة تيزر هنا بعد مشكلة ثانية الشيء ثاني اللي ممكن تسوي اللي انا عن سوي عن نفسي اني انا اقرأ عن وش قصة الفيلم مين الممثل ومين المخرج اعطيك فكرة وادخلوا انتو اتفاجأ انا هادا النسبة لي اتبق معك هذا الطريقة صحيح انا كل سنتين ما اشوفها يتعي متبع الطريقة هذي وطريقة هذي احس والله في كاشكل لازم نشوف عندنا فقرة موجودة في البودكاست لازم نشوف التريلرات ونقر عينا فيها فهذا شوي كان صعب لكن لاحين عشان جمهور بس طيب الله اعطيكم العافية لا تنسى تعطونا تعليقاتكم ولايك سبسكرايب كالعادة ونشوفكم ان شاء الله فيديو ثاني على الف الف خير يصبح سبسكراي Generation لكم